أكد معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية أن انتخاب السفير جمال فارس الرواعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة بنيويورك نائبا لرئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السبعين يعد مكسبا دبلوماسيا للمملكة كما يعكس اعتراف المجموعة الدولية بالدور المهم الذي تقوم به مملكة البحرين على الصعيدين الإقليمي والدولي وما تبذله المملكة من جهود بارزة سواء على صعيد تعزيز الأمن والاستقرار أو دعم جهود التنمية إضافة إلى تنمية وترسيخ علاقاتها مع مختلف دول العالم ومنظماته ونوها معالي وزير الخارجية إلى أن هذا الانتخاب سيعطي للدبلوماسية البحرينية دفعة قوية في استمرار تنفيذ رؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه ومواصلة مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها المملكة في ظل قيادة جلالته الحكيمة والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العاهد نائب القائد الأعلى النائب الأول رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وبهذه المناسبة قدم معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة خالص التهنئة للسفير جمال فارس الرواعي مؤكدا معاليه أنه سيكون إضافة مهمة لمنظمة الأمم المتحدة وسيكون خير ممثل لمملكة البحرين في المنظمة الدولية ترجمة نانسي قنقر